مردى الزمالك جواري ما كانش مقدم أداء كبير الشوت الأول تحديدا الشوت التاني برضو الأداء ما تحسنش كتير وإن كانت تغييرات اللي عملها كابتن أسامة نبيه يعني زبطت الشكل شوية حسنت الشكل شوية الزمالك الشوت الأول تقريبا مع مفاجئة الهدفين كمان وإضاءة فرص من فيوتشر كان في منتهى السوق تحديدا في النواحة الدفاعية ده مراث كارتيرون ويمكن أن أتكلمت معك قبل كده هنا كريم أن المنظومة الدفاعية لنادي الزمالك أنا شايف أن هي واضحة للجميع أن هي فيها مشكلة فده طبيعي أن كابتن أسامة نبيه أنت النهاردة مش هيبقى الإمباكت بتاعه هيظهر قوي أن يحسن أو يعدل حاجة طبعا مساحة دايقة جدا أن أنت تقدر تعمل فيها أي تعديل لكن اللي أنا شفته أن أنت قفلت المباراة بعيدة عن الفنيات شخصية فرقة نادي الزمالك اللي كنت متخيل أن فرقة نادي الزمالك تبتدي بها صح يعني المفروض أنت ده وفع جديدة مدرب جديد عايز تخرج نفسك كلعيبة احنا بنتكلم أنا أثبتك حتى مع أحمد غانم أنت كنت بتتكلم على فكرة أن اللعيبة اللي موجودة لعيبة دولية ولعيبة كبار حتى لو أنت بعيد فنيا عن مستوك أنت تقدر بشخصيتك أن أنت تخرج من الدوامة اللي أنت فيها دي ومعلش لو أنت لعيب مثلا مستوك في العادي ثمانية من عشرة ما ينفعش تنزل لأربعة وثلاثة من عشرة ما هو الجاب كبير أبو هو مفيش غير دايما فرقة زمالك آخر السنين يعني أنا بشوف أن زيزو طريق حامد وينش هم اللي دايما بيخرجوا أنت تقدر تقول عمليه مباراة جيدة عندهم الثبات بشكل كبير الكونسيستنسي عندهم عالية عكس لعيبة كتير فيه جاب كبير مباراة النهاردة أنا شفتها مباراة من أحلى مبارايات الغد دلوقتي في الدوري فرقة بردو بالنسبة لفرق فيوتشر شفت أنهما فرطتوا في فوس لأن الزمالك سهل الموضوع جدا بأخطاء دفاعية بالجملة بخصوصا أول ربع ساعة شفت أن الحكم المباراة أنا شايف أن قراراته النهاردة كلها بالنسبة لي كلها صحيحة شفت أنهو النهاردة أنا مثلا شايف أن الطرق اللي هي القرى عبد الشافي الرجل هو لعب الكرة الأول مش شايفه أنهو قصد أنهو يعمل التدخل العديف يعني اللي يتقال عليه في المجمل أنا شايف أنها كانت مباراة جيدة وحابب النهاردة طبعا هنتكلم على شوية حالات كده هنشرح حالات